تغير الزمن شيئا فشيئا ستزداد الأبنية المنشاة عبر طباعة تلاثية الأبعاد كلمح البصر الذكول الصناعي يحل في وظائف مكان البشر يوازيه مهام وظيفية تخصصية جديدة إنها طريق المستقبل هذا المبنى الذي نقف عليه ونشئه بطباعة تلاثية الأبعاد للخرسانة الاسمنتية وهو بمساحة أربعين مترا هل سنسكن في منازل مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد خطوة فاصلة وهو السؤال الذي أجيب عنه عند تشهيد هذا المبنى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد دخلت بقوة قطاع البناء لعدة سباب منها توفيرها التكلفة الجوانب البيئية من ناحية تقليل المخلفات زيادة جودة عزل الحراري ما يقلل تكلفة التكيف والشياء أخرى مثل تغيير نوعية العمالة من عمالة منخفضة التكلفة منخفضة المهارة إلى عمالة ماهرة ممكن تدخل الشباب العماني الأول مرة في هذا القطاع فهو التسابق عالم وليس فقط في السلطنة لإدخال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال البناء وما إن وقف المبنى ثلاثي الأبعاد بجانب المباني في شركة تنمية نفط عمان يطور مهندس المشاريع مازن الهناي الطابعة التي ستنثذ عبرها مباني أخرى قادمة هذا التصميم يتيح لنا الفرصة في تطوير طابعتنا الخرسانية هذه الطابعة تتيح لنا المقال أن نطبع بيوت ومنشآت فلازم يكون طابع بالنفس على أقود أنواع التصميم وبأقود أنواع البرامج المستخدمة حاليا هذه القطع تجهز لركني الفضاء الجاري تنفيذه لمتحفية الطفل صنعت بطابعة ثلاثية الأبعاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هو يسابق المهندس حمد الحسني الزمن لإنجاز قطاع لمشروع علوم وتقنيات الفضاء بمتحف الطفل محطة فضائية تحاكي الواقع نقوم بعملية تصنيع هذه القطع باستخدام تقنية طبعات ثلاثية الأبعاد لمشروع متحفية الطفل لركن الفضاء نحاول بقدر الاستطاعة إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن وطبعا هذه التقنية باستخدام طبعات ثلاثية الأبعاد ما بين تخطيط وتفكير بمشاريع صناعية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى عمليات التنفيذ بكوادر وطنية والطموحات واسعة تبلغ عنان السماء فارس من جمال هابي مصط